تضاعف عدد الشباب الأمريكي الذي يستخدم تطبيقات موعدة عبر الإنترنت والذين تتروح أعمارهم ما بين 18 و 24 عاماً إلى ما يزيد على خمسة أمثال حسب ما أشارت دراسة أمريكية حديثة الدراسة التي أصدرها مركز بيولي البحوثي لأسبوع الجاري وأجريت على أكثر من ألفين شخص قالت أن نسبة المستخدمين الأمريكيين لتطبيقات الموعدة عبر الإنترنت والهواتف الذكية وصلت إلى 15% مقارنة بنسبة 11% في عام 2013 وساعة مدير أبحاث الإنترنت بالمركز أرون سميث لقد تضعف الاستخدام العام لتطبيقات الموعدة بمقدار ثلاثة أمثال وخاصة بين الشباب الذين تتروح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً حيث تضعف عددهم أكثر من خمسة أمثال العدد الأصلي اليوم يستخدم تطبيقات الموعدة واحد من كل خمسة من أولئك الشباب مقارنة بنسبة 5% فقط في عام 2013 ويستخدم واحد من كل عشرة مواطنين أمريكيين تطبيقات الموعدة وهو ما يمثل ثلاثة أمثال العدد الذي كان عليهم منذ ثلاث سنوات أما بنسبة للمواطنين الذين تتروح أعمارهم بين 55 و 64 عاماً فإن 12% منهم يستخدمون هذه التطبيقات وعلى أرض الواقع فإن أربعة من كل خمسة أمريكيين يستخدمون تلك التطبيقات يقولون أنها طريقة جيدة للعثور على حبيب أو شريك حياة ولكن الدراسة توضح كذلك الأثار السلبية التي تصاحب عملية الموعدة الإلكترونية حيث يقر 45% من مستخدميها بأنها أقل أباناً من طرق الموعدة التقليدية كما أن حوالي الثلاثين يقولون أنها تمنع المستخدم من تحقيق الاستقرار في علاقاته العاطفية ترجمة نانسي قنقر